اشهد مع السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب بما تضمنته كلمة مملكة البحرين التي ألقاها نيابة عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة وليو العهد رئيس مجلس الوزراء خلال المناقشة العامة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها التاسعة والسبعين والتي عقدت بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الامريكية وأكد معليه أن الكلمة حملت مضامين حضرية إصلاحية رفيعة ومشاريع حيوية رائدة ورؤية مستقبلية متميزة لصالح العالم والبشرية والأجيال القادمة انطلاقا من الرؤية الملكية السامية لخير الإنسانية مشيرا معليه لأهمية ما أكدت عليه الكلمة بشأن دعم الدعوات للإصلاح الشامل للأمم المتحدة وهيئات اتخاذ القرار ومجلس الأمن بجانب المنظمات الحيوية متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية معربا معليه عن بالغ الإشادة والتقدير لما تضمنته الكلمة من إبراز لقصص النجاح البحرينية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بوضع المواطن محورا أساسيا لجميع برامج التنمية الوطنية وأوضح معالي رئيس مجلس النواب أن الكلمة أبرزت حرصة واهتمام مملكة البحرين في العمل مع الحلفاء وفقا للقانون الدولي باعتباره السبيل الأكيد لضمان الازدهار على المدى الطويل شكرا للمشاهدة